جدل وغضب أثاره فيلم أميرة وإدانات ومطالبات بوقف عرضه بعد أن عرض في مهرجان كرامة لحقوق الإنسان في عمان لما يتضمنه الفيلم من إساءات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على حد قول المحتجين على الفيلم جدل وغضب أثاره الفيلم الروائي الطويل أميرة الذي يتناول قاضية تهريب النطف من سجون الاحتلال الضجة التي أثارها الفيلم جعلت من وسم إسحب فيلم أميرة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي كرة الثلج لم تتوقف عند المشطاء بل وصلت إلى ملعب السياسة حيث أعلنت مؤسسات ووزارات موقفها من هذا الفيلم موضوع الفيلم الجديد الذي طلعه طبعا كانه له سنوات بسيطة في فقرة بالفيلم بتشكك في هذه المسألة يعني النطف بتهريبها أنه يعني مثلا أنه هذي بنت يعني هيك بيطرحوا من النطف بتقول أنا مش عارف أبوي هل هو الأسير أم هل هو السجان أم أم إلى آخرين طبعا هذي بتسير لكل اللي قاموا فيه الأسرة فمن هذا المنطلق إحنا يعني من حاول عدم بث الفيلم أو على أقل تغيير هذه الفقرة هذه فكرة النطف أصلا هي مهمة نضالية ومرحة نضالية تجاود تنتصر فيها الفلسطيني الأسير على السجان وكانت فكرة عظيمة ونبيلة وبطولة خارقة جدا لأسرانا وموضوع الأسرة كما تعلم هي من مقدسات التي لا يمكن المساس بها وهي هؤلاء الذين يستطلون أرواع نواع البطولة داخل سجون الاحتلال بالتالي ما تعرض له الفيلم من فكرة ومن إخراج ومن تمثيل ومن أداء كلها تسيئ حقيقة ليس فقط لفكرة النطف بقدر أيضا تسيئ لفكرة الأسرة السامية وجاء ترشيح الأردن للفيلم لتمثيل المملكة رسميا في الدورة الرابعة والتسعين لجوائز الأسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة الفين واثنين وعشرين بناء على توصيات لجنة مستقلة تتألف من خبراء مهنيين أردنيين معنيين بالكتابة وقطاع المرئي والمسموع حيث وقع اختيار اللجنة على هذا الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في الأردن سنة الفين وتسعة عشرة وهو من إنتاج مشترك بين الأردني ومصر وفلسطين وللمخرج محمد دياب فيلم أميرة هو بيحكي عن طفلة فلسطينية انو ولدت من خلال تلقيح الاصطناعي بعد تهريب نطفة والدها الأسير من السجن وهذه العلاقة بين الأب والبنت والأم بالصفي مهددة وتحوم حولها مجموعة كبيرة من الأسئلة بعد ما يكتشفوا عقم الوالد الأسير وحز الفيلم عدة جوائز عالمية وعرض في مهرجنات دولية عدة وهو ما أثار الجدل أكثر حول الضجة التي أثيرت حوله حاليا خاصة بعد عرضه في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمان ودفع هيئة شؤون الأسرى والمحررين لإصدار بيان استهجنت فيه طريقة تناول قضية تهريب النطفي من سجون الاحتلال في الفيلم وهي قضية يعتبرها الفلسطينيون تحديا للسجان لمواصلة الحياة رغم أنفه ترجمة نانسي قنقر